اعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه بعد العرض واخذ موافقة اللجنة التنسيقية تمت الموافقة على اتاحة الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق ممن اكملوا ستة اشهر من اخذ الجرعة الثانية من التطعيم فيزر بايونتيك او تطعيم كوفشيلد استرازينيكا او تطعيم سبوتنيك بحيث يمكن لهذه الفئة العمرية اخذ تطعيم فيزر بايونتيك او اخذ نفس نوع التطعيم للجرعة الاولى والثانية كجرعة منشطة كما اشار الفريق الوطني الطبي الى انه تم تقليل المدة الزمنية لاخذ الجرعة المنشطة للفئة العمرية من 18 الى 39 عاما من من اخذوا تطعيم سينوفارم الى ثلاثة اشهر من اخذ الجرعة الثانية من التطعيم بدلا من ستة اشهر وانوه الفريق الوطني الطبي بانه تقرر اعطاء المتعافي من فيروس كورونا جرعة ثانية من تطعيم فيزر بايونتيك مجددا التذكير بانه يمكن للمتعافيين اخذ جرعتين من التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاصابة بالفيروس واخذ الجرعة المنشطة منه بعد 12 شهرا من تاريخ الاصابة واكد الفريق الوطني الطبي انه ان تطوير بروتوكولات التطعيم ضمن المرحلة الوطنية للتطعيم جاءت في ظل الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع داعيا للتسجيل لأخذ التطعيمات او الجرعة المنشطة عبر الموقع الالكتروني التابع لوزارة الصحة او عبر تطبيق مجتمع واعي تابع لوزارة الصحة او عبر المنشطة تابع لوزارة الصحة او عبر المنشطة اشتركوا في القناة